اشتركوا طيبين وابدأ النهاردة المملكة العربية السعودية تستقبل ضيوف الرحمن من داخل المملكة العربية السعودية الوقوف على الصعيد الطاهر ان شاء الله وقفة الكبرى ان شاء الله يا رب يوم الخميس بإذن الله تعالى والعيد ان شاء الله يوم الجمعة كل سنة وحضراتكوا طيبين اللي جايين مدن المملكة العربية السعودية اللي تم اختيار عشر تلاف حج يؤد فريضة هذا العام واللي بدأ يصل مختلف مناطق المملكة العربية السعودية موزعين وربنا يتقبل حج مبرور وسعي مشكور وزنب مغفور لضيوف الرحمن اجراءات المملكة عملاها اجراءات احترازية وقائية دقيقة بدأت تستقبل النهاردة بالتعاون مع الطيران المدني في مطار الملك عبد العزيز في جدة الدفعة الاولى من حجاج بيت الله الحرام اللي قادمين من مناطق مختلفة من القصيم من المدينة منورة من الرياض عدد من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بيقدوا المناسك بيدخلوا طبعا داخلين على دفعات اجراءات زي ما حالاكم شايفين كده تباعد ربنا يا رب يتقبل من الجميع هتلاقي في الاوتوبسات عاملين التباعد كرسي اللي جنبك يعني كل واحد بيقعد اول صفة فيه اتنين واحد قاعد والتاني فاضي وهكذا واحد وهكذا عاملين ده وعاملين في الخيام كمان او زي ما حالاكم شايف كده بالزبط زي ما حالاكم شايفين كده تباعد في المقاعد مفيش فيش حد جنب حد اهو اجراءات كاملة في الخيام في منة في عرفات ومنة هيبقى نفس الكلام اعداد قليلة محدودة للغاية اجراءات وقائية انضباط مملكة العربية السعودية النهاردة بقول له حالاكم بد استقبال ضيوف الرحمن والتجهيز وعاملين طبعا كانوا قبل ما يبدأوا النهاردة كانوا عاملين لهم حجز منزلي حجر منزلي لسبوع اللي فات كله قعدوا سبوع حجر منزلي وكانوا بيعدوا عليهم في البيوت درجة الحرارة ويتابعوهم وبيوتهم قبل ما يبدأوا يطلعوا على المطارات يروح على جدة في الطريق الى مكة المكرمة طبعا زي ما بقول له حاكم طبعا الاجراءات دي كلها ايضا بيقلسوا درجة الحرارة بيتأكدوا من شخصيات الناس الحجاج يعني بيتأكدوا منهم طبعا شاملة تقريبا تقريبا معظم الجنسيات الموجودين في الاراضي المقدسة الموجودين في المملكة العربية السعودية يعني اللي قدموا وعملوا اجراءات وحتى وزير الحج كان عامل بيان او مؤتمر صحفي انه ما فيش اي سسنئات لاي شخص لدرجة خادم الحرامين الشريفين ملك سلمان قالك حتى المسؤولين السنة دي ما حجوش فيش مسؤولي حج السنة دي وزير الحج كان بيتكلم مبارح انه خادم الحرامين الشريفين ايضا حرصا انه ما يكونش فيه اي سسنئات لاي مسؤول فقط العشر تلاف حاج وكل الناس اللي بيقوموا على خدمة ضيوف الرحمن ممنوع يحجوا انه فيه كتير كانوا بيحرموا يعني وخلاص يوم عرفات كله بيحرم فبيحجوا وبيقدمك السنة دي ما فيش كده فقط العدد المحدد ما فيش حد هاي بقى زيادة قال طبعا وده فيه متابعة ورقابة انه اللي هما ضيوف الناس اللي بيخدموا ضيوف الرحمن كمان مش هيحجوا مش هيحرموا وبالتالي مش هيقدوا الفريضة لا هما هيقدوا خدمة زي ما هما بيقدوها سوئين الناس بيعملوا نظام التأمين الاكل الحاجات الخدمة ضيوف الرحمن كانوا بيجهزوا مسجد نامرة عشان طبعا الوقوف على الصعيد الطاهر وخطبة عرفات ان شاء الله بإذن الله اللي احنا هنتبعها اول مرة من سنوات طويلة ما بقاش موجود يعني من اصعب لحظات السنة ان احنا مش موجودين نوعادة زي الامدين بدون بقى هناك سنين 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 وربنا اكتبه لنا جميعا يا رب العام القادم نقف على الصعيد الطاهر في هذا اليوم المشهود يوم عرفات